هنا نرى البكتيريا العقادية الرئوية التي تعتبر المسببة الأكثر شيوعا للالتهاب الرئوي البكتيري فهي تحيط بنا وبعضها يعيش بصورة طبيعية في الأنف أو الحلق وهي عادة غير دارة تنتقل البكتيريا العقادية الرئوية بالعطس أو الحكة أو الاتصال بالآخرين عند وصولها للرئتين تسبب الالتهاب الرئوي الذي من الممكن أن يصبح خطيرا على الردع والأطفال الصغار